اشتركوا في القناة عندها فعالية بقلب حياتنا العائلية لأنه منشوف هالثنائي بلش بمحل وصار بمحل تاني عم بيكون متجه صوب الانفصال أكتر ما هو صوب الاستمرارية والدايمومة دايمومة هذا الزواج معك بدنا ندوي على هالموضوع بجدية ونشوف قدي فعلا هالدورية اليوم عم بتناسب حياتنا صحيح الله معك شكرا للاستضافة وربنا يخلي الله يكون خلي هالإزاعة وهالرسالة اللي عم تقوم فيها وقالله يحفزك أنت كمان أبونا مرسي الاعداد للزواج خطوة ضرورية كتير مهمة كل يوم بعد يوم عم نكتشف أداها الخطوة أساسية ومهمة لمساعدة الشباب والصبايا يلي عم يتواعدوا مع بعضهم بعض من أجل عايش حياة سليمة وعلاقة جدية طبيعية والتزام حقيقي بين الشخصين بين الطرفين لحتى يعمقوا حبهم أكتر وأكتر ويتجزروا أكتر في مفهومهم لحياة الزوجية ومتطلباتها لحياة الزوجية لأنه ما بنكتفي بس فقط بالمشاعر وبالعواطف الإنسانية فقط لوحدة بدنا نفوت أكتر لحتى نفهم شو طبيعة الشراكة الزوجية لأنه طبيعة الشراكة الزوجية بتطلب حقيقة استعداد وفهم ونضوج وعمق أكتر وأكتر في فهم بعضهم البعض لأنه الزواج بالنهية هو بده يكون فيه هالنعمة يلي بتجمع الشركين مع بعضهم البعض في إطار الحياة المشتركة من هون نحن منشدد على موضوع الاعداد للزواج على تعميق أكتر وأكتر هالمفاهيم والقصص يلي تبنى عليها الحياة الزوجية من أجل ذلك قديسة البابا يحنى بولوس الثاني هو يلي كرس موضوع الاعداد للزواج مع المجلس الحبري للعيلة بروما وأصدروا رسالة كتير مهمة سنة 1996 عن الاعداد للزواج وتحدث فيها قديسة البابا عن ثلاث أبعاد للأعداد للزواج بالبعد الأول تحدث أنه هذا الاعداد هو يبدأ من البيت من العيلة يلي هالولد بس عم ينمى وعم يكبر عم بيشوف أمه وبايه هن النموذج بالنسبة له لعايش حياة زوجية كريمة وصحيحة وجميلة جدا من هون هيدا أول إذا بدي أقول انطباع بيترسخ بزهن الولد لمفهومه للحياة للشراكة الزوجية وهون بقول المجلس الحبري برسالته أدي حقيقة كأم وبي نحن جاهزين وعم نعطي هالصورة الحلوة والجميلة عن مفهوم الزواج قدام ولادنا وعن الحياة الزوجية قدام ولادنا بعدنا شيء أمر طبيعي أكيد المجتمع بيلعب دوره المدرسة بتلعب دوره الجامعة بتلعب دوره أيضا في تنمية وترسيخ هذا المفهوم للحياة الزوجية ومتطلبات هذه الحياة الزوجية فيما بعد الكنيسة بيجي دوره كمان أيضا من ناحية خاصة التنشئة على مفهوم سر الزواج وهون بيصير فيه تكامل مباني اللي اختبروا المخطوبين يلي اختبروا ببيوتهم مع بعضهم البعض مبان يلي عيشوا بقلب المجتمع ومبان الكنيسة يلي عم توصلهم إياه قبل ما يروحوا لنيلون سر الزواج المقدس نعم أبونا جوج فيه كثير من الأزباش ما بيكونوا ملتزمين داخل الكنيسة من وين بدون يحصلوا على هذه التنشئة؟ صح شايفين ببيوتهم يمكن نمازج مش ممتازة ورائعة غير مؤهلين حبوا بعضهم وحبين يكملوا المشور سوا ومن الملتزمين بالكنيسة؟ عشو بدون يعتمدوا هون؟ من أجل ذلك معك حق باللي أنت عم تقولي من أجل ذلك نحن ككنيسة مع الفرق والمنظمات والحركات الرسولية ومع الكهنية اللي عم يعطوا التعليم المسيحي بالمدارس عم نشتغل على موضوع الزواج بحد ذاته والحياة الزواجية هلأ أكتر أبونا أكتر من السابق؟ هلأ أكتر أكتر نعم الحاجة كبرت يعني؟ الحاجة كبرت لأنه في تحديات كتير كبيرة بمجتمعنا ومثل ما تفضلت حضرتك وعم بتقولي أنه اليوم صار في عنا مشاكل كتير بما يخص الانفصال وبما يخص دعاوة بطلان الزواج وبما يخص تحديات كتير يلي عم بعشوها أهل الشباب والصبايا قداش عم نشوف جروحات كتير كبيرة وعم نسمعها بكراس الاعتراف كهنة الشباب والصبايا عم نجرحوا من بعضهم البعض لأنه ما عم بكون عندهم مفهوم صليم وصحيح للعلاقة الزوجية أو للعلاقة بين الشركين عم ياخدوا العلاقة بس بالعاطفة أو بالبعد الجنسي أو بالأبعاد التانية يلي ما بتوصل حقيقة هالسنائة أنه يعيشوا علاقة سليمة صحيحة من الأول ومرتكزة على أسس مظبوطة من الأول حتى نقول أنه نحن عم نبني حقيقة نجيل جديد وعم نأسس عائلات ثابتة بمفهوم للحياة الزوجية هون منين بنكتسب هذا التمييز أبونا إذا نعرف أنه هايدي عاطفة وعابرة ويمكن تقطع أو بدنا نكمل بمشروع في عنده هدف أسمى نكمل بتأسيس عايدة يعني وضعنا أسس نحن بالنسبة لموضوع الإعداد للزواج بتساعد على الكوب اللي حتى يفهم زيته أكتر وأكتر ونحن دايماً منقلهم بالإعداد للزواج ما أنه الإعداد للزواج بس تتخذوا الورقة وتروحوا تعملوا معاملات الزواج أكتر عم يخذوا الورقة ويروحوا يعملوا المعاملات ومن دون ما يكونوا خضعوا لدورات أبونا هايدي عم توصلنا وهم نعرفها هايدي بس عم نتفدية قدمة فينا مع أخوتنا الكهنة بالأبرشيات وبالرعاية أنه لا الكاهن عم بيصر صار كاهن الرعية أنه إلا لأسباب كتير صوابية بيشوفها الكاهن وبيحكي معنا كالجنة العائلة أو بيحكي مع صاحب السيادة المطران الأبرشي وهو ساعتها بقول له للكاهن أنه إيه حضرهم أنت وعدهم للإعداد للزواج فيه زروف معينة خاصة جداً جداً قديت دورة بتستوعد كم كوبل؟ كم صناقة؟ هلأ نحن عم نحاول أنه نكتر عدد الدورات لحتى ما يكون كتار الأعداد المشتركين بدورة واحدة تنقدر نلعب هذا الدور معهم ونساعدهم لنفتح مجال بكل موضوع يكون في حلقات حوار ومشاركة حول الموضوع ويستفيدوا منه ويحكوا هني كمان شو عندهم إشياء بدون يحكوها بقلب الدورة العديدية بش بس شو المحاضر اللي عم يعطي الأبعاد بس فقط بالعكس يصير فيه تفاعل أكتر ويصير فيه إنخيرات أكتر بالمواضيع اللي عم تعطى وقدش بيكون فيه صراحة بهذه الدورات أبونا ما بيكون فيه حالات استثنائية وخاصة يمكن بتطلب الاستشارة على حدة مش مع المجموعة بتتير بتصادف معكم طبعا مشان هيك كهن المرشد الموجود بالدورات الإعدادية لزواج هو حتى كمان يتلقى هالحالات الخاصة ويقعد هو يهون وهيك عم بيصير كمان معنا أيام مثلا نحن بإطار الزواج المختلط إجينا كذا كوبل عم ياخدوا بعضهم البعض ولكن كل واحد بدين مختلف عن التاني فلذلك هون كنا نعم نعمل لهم كمان أعداد خاص أكيد بيشتركوا مع الجماعة ولكن فيه كمان جلسات مع مرشد لجنة العائلة لحتى نجرب أكتر نوضح لهم عن القصص أكتر لمفهومنا نحن للزواج المقدس لأن يختلف أكيد عن المفهوم الدين يلي الآخر يلي جاي منه الشريك حول مفهومهم للزواج نعم شو أبرز المشاكل والتحديات اللي عم بيوجهوا اليوم الأزواج غير الضائقة الاقتصادية أكيد ضائقة تعرف المال بيعمل مشاكل كمان والقلي كمان بتولد النقار نعم بس ولذلك نحن بنعرف أكيد أنه المشاكل أنا بالنسبة لك كله قابل أنه يحل ويتذبط ويترتب إذا كنا حقيقة نحن بدنا إذا الشريكين هن بدهم وحطين براسهم حقيقة وفي عندهم هدف سامي من أجله ليبنوا هالعلاقة بكل معنى الكلمة الخليفات تنحل ولكن في بعض الأمور عمل إياه مستعصية شوي مثل؟ يعني مثلا بس يكون في تعارض وتدخل من قبل أحد أهل الطرفين بقوة بيرفض هذا الشريك هذا عم بيؤدي كتير لمشاكل وعم بيؤدي لإستضامات كتير كبيرة وإيام عم يضطروا أنه يتزوجوا بالقوة مثلا لأنه الأهل في ضغط عليهم من قبل أهلهم أو إلى آخرية مثلا هيده إحدى النقاط يلي منشوفها أيام من المساو ممكن يوصلوا أنه يدمروا هالعلاقة مثلا تدخلات الخارجية؟ ممكن بتأثر أكيد بتأثر كله إله تأثيره بالنهية على العلاقة بس بيرجع الموضوع كيف نحنا عم نتلقى هالشي هيدا كيف نحنا عم نستوعب هيدا الموضوع عداش عنا قدرت الاستيعاب نحنا كاكوب أنه نحنا بالرغم من هالتحديات بالرغم من هالصعوبات الكبيرة نحنا وقفين وجمدين وبدنا نكفي وبدنا نتحدى كل هالزروف بقوة أكيد ربنا يلي معنا فيه إمكانية مطابعة هالأزواج من بعد الزواج أبونا من خلال دوراتكم اليوم قبل أنتوا بتكملوا بعد ولا بيوقف دوركم عند الزواج صارت صار الاحتفال بالسر الزواج وخلصنا وكل واحد راح أبيته هيدا الشي اللي عم نطمح له بعد أنه نشتغل عليه إلى جانب أنه عم نركز أكتر برنامج الدورات حتى يكون برنامج الدورات فاعل ويكون له مثل ما بقوله هكي دايما عم يتجدد مفعيل دايما دايما عم يتجدد شو أبرز المواد اللي عم تنعطى بهذه الدورات أبونا أولا مثل ما الإرشاد الرسولي فرح الحب أديسة البابا فرانسيس أنه بدو يكون فيه بهالإعداد للزواج أخذ بعان الاعتبار إلى جانب المواضيع الإيمانية والروحية يلي بتختص بسر الزواج المقدس وبمفهومنا لهذا الزواج المقدس مثل ما بتعلموا الكنيسة بدو يكون فيه مفاهيم إنسانية واضحة لها العلاقة أو للشراكة مشين هيك بنستعين بخبراء بالعلوم النفسية وعم نشركون معنا بالإعداد للزواج وعم يجوا يعطوا هني محاضراتهم حول طبيعة العلاقة طبيعة الرجل طبيعة المرأة طبيعة الشراكة الزوجية التفاعل مراحل حياة الزوجية بشو بتمرق بمراحلة إذا كنا استعدادنا للإنجاب للمولود الجديد تربية تربية كل هذه المسائل كلها نحنا عم نعطيها بالإعداد للزواج إلى جانب تحضيرهم بمفهوم لرتبة سر الزواج لأنه منا نحنا رايحين على الكنيسة لحتى بس أنه نحنا ننتظر الاحتفال كاحتفال اجتماعي وفقط لغير لا عم نغوص معهم بالمعاني الليهوتية وبرموز رتبة سر الزواج المقدس لحتى يعرفوا حالهم شو هالسر وشو طبيعة هالسر اللي عم يخدوا نعم قديش هذه الرتبة أبونا موحدة بكل الكنيس موحدة بكل الكنيس ماكلي الكنيس بيكون عندها أمور خاصة فيها باحتفالها بتضيف شيء بتنقص شيء حلا أكيد نحنا عم نحكي كموارنة أنا عم نحكي نعم تكنيسة مارونية نحنا لا هي زيتة كل الكهنة عم يحتفلوا بالرتبة متل ما لازم عم يحتفلوا فيها ما في فرق بين كهن وكهن آخر بالإجمال هيك يعني أنا ما عندي معلومات إنه تكون غير هيك إلا هيك عم بتكون كلها سواء وبعدنا المعايير كلها نحطت والضوابط يلي وضعت في رسالة عبتة أبينا السيد البطريارك ماربشارة بطرس الراعي لكل طوبة حول الأمور الرعاوية والضوابط للأمور الرعائية كلها سواء عم تمشي عم تمشي فيها ككنيسة مجتمع طبعا طبعا هلا إلى جانب أكيد مواضيع أخرى كمان عم نحكي فيها بالنسبة للإعداد للزواج مفهومهم للحوار والتواصل السليم والجيد التحديات والمشاكل يلي إيام تعترضون كتير أول شي عم نشرح لهم كمان عن مفهوم الحب وأشكال الحب وطبيعة الحب والمشاعر لحتى يكتشفوا بعضهم البعض لحتى يعرفوا شو هي الدوافع الأساسية لليش أنا طعم بتجوز وشو الدوافع اللي عندي إيها أنا من هالزواج هيدا كتير هالأمور نحن عم نشدد عليها إلى طبيعة إلى موضوع اللي قلتلك عنه هو أنه المفهوم لسر الزواج المقدس وطبيعة هذا السر وأكيد عم بيكون في شرح مفصل من قبل الأخصائيين بالعلوم الأخلاقية حول الطبيعة حول العلاقة الجنسية الجسدية وحول موضوع الإنجاب هذه كلها مسئلة عم يخدوها يعني عم بيكون عنا تقريبا حوالي الست سبع مواضيع عم يخدوها هل كل هذه المواضيع كافية اليوم لنحضر هالثنائة يدخل بمشروع حياة جديدة؟ هلأ متطلبات الحياة لأنه صارت أكتر عم تسبقنا نحن لازم أكتر نطور بعد هذا الشيء يعني أنا بالنسبة لإليه أنه ما تصير بس قضية الإعداد للزواج كدورة لبل كتنشئة ننتقل منها من دورة أعدادية إلى تنشئة تنشئة دايمة يعني تنشئة دايمة نعم في حال حصل أي مشكل ممكن يجعوا يلجعوا لألكم يعني أول حدا الكاهن ضروري أو كاهن الرعية كان هنا حتى كاهن الرعية يكون فيها هالتواصل الدائم بالنسبة لموضوع الكوبلات يلي عم يمرقوا بظروف خاصة وصعوبات وتحديات خاصة عن الحافية أبو ناجوج أنه أول سنة زواج هي بتكون الأصعب مظبوط هدا الشيء لأنه تأكلهم بياخد وقته أول فترة من أجل ذلك لحتى يقدروا يتأكلموا مع بعضهم البعض لحتى يقدروا يتجاوبوا مع بعضهم البعض لحتى يفهموا أنه ما حدا طاغي على التاني ما حدا رأيه هو اللي بيمشي على التاني لبقى رأينا مع بعضنا بده يمشي حياتنا المشتركة مع بعضنا بده تمشي هايدي بده أول فترة مثل مبواحد عم بشق الطريق إذا بدي يقول أكيد أول فترة بده يكون فيه دايما نحن بنشدد لهم أول سنتين أو ثلاثة من الزواج أنه ما تفكرون رح يكونوا أنه هينين لبل وإذا لقيتوا في صعوبة ما تخافوا كمانا لأنه البعض بيجوا لعنا بقولولنا قف حملتونا حمل ما كنا هلقد مفكرين أنه هيك وإلى آخره وكذا منقلن هيدا أمر طبيعي ما تنقزوا منه من أول حياة الزواجية يعني اليوم من قول لكل الأزواج حتى يعني ما تخافوا من أول سنين زواج طبعا لأنه هيدا شي كتير طبيعي طبعا وما يخافوا يعني في الآخر أكتر أكتر بالعكس يعني ومن هون قدي بدو يكون في استعداد ما قبل قدي هيدا الشي بيجنبنا فيما بعد صراعات وأزمات بأول سنين من الحياة الزواجية لذلك بنقول أهمية العداد نعم من كل النواحي وحتى هني ياخدوا وقتهم بالعلاقة كمانا ما يتسرعوا أنا دايما بقلهم قدي أبونا ممكن ياخدوا وقت أكتر من سنتين مثلا مش قضية بس الزمن مش بس الزمن بقدر ما كيف عم بعيشوا مع بعضهم البعض كمانا نعم وكيف هني عم يتفاعلوا مع بعضهم البعض وكيف عم بكونوا هالقد واضحين صريحين بقلب علاقتهم تجاه بعضهم البعض هوني كمانا الموضوع كتير أساسي هيدا كيف بتلزم فيها هالشركاء يعني أنه هوني رايحين على مشروع كيف ممكن تلزمهم أنه بهيدا الصراحة إلى أقصى الحدود بهذه الشراكة إلى أقصى الحدود بهذا الإطار اللي بده يحفظ العيلة والثنائة إلى أقصى الحدود أديه هوني بيستوعبوها من خلال هذه الدورات فقط أو من خلال نضوج إنساني وشخصي لكل حدا منهم ايه اللي عم تتفضلي فيه كتير أساسي وكتير مهم هلأ لأنه نحن دايما منقلهم أنتوا عم تتزوجوا مرة وحدة نعم وهالزواج هو يعطى مرة وحدة وهو زواج أبدي ونهائي بين الشركين بين بعضهم البعض فلذلك الهدف هو شو تعيشوا الحب ربنا عطاكن هالنعمة تعيشوا هذا الحب بملقه تعيشوا السعادة مع بعضكم البعض أنا ما بروح بطمح على حياة زوجية أني رايح فيها وبعدين عارف حالة بدي إفشل أو بدي أو بدي شو اسمه ما بدي يكون كمان مرتاح فيها هذه العلاقة إذا ما بدي يكون فيها سلام إذا ما بدي يكون فيه طمأنينة إذا ما بدي يكون فيه حقيقة حد قدنا من الشراكة من الحياة المشتركة من المشاعر كمان الصحيحة الواضحة من هالدوافع للحياة مع بعضنا البعض فلذلك أفضل أنه نوقف مش أنه نكمل وغس من عنا مكملين وأنا كنت عارف شيء وما بدي يوقف ورجعت أخذت القرار أنه لا بدي يكمل وبعدين بيصيروا تحت سقف واحد عم بعينه أكتر وعم بعينه تحديات أكتر فلذلك بنروح بكل أناعة بالحياة الزوجية وبنا نعيش سعادتنا وفرحنا وحبنا بكل نضوج وبكل إنسانية مع بعضنا البعض هذا الشيء اللي بتطمح له الكنيسة إلى جانب أكيد طوعيتهم على دعوتهم الكنسية والرعوية لهالكوبلات لأنه اليوم نحن عم نزرع شو بقلب المجتمع الكنيسة شو هدفها هدفها أداسة هالكوبل هيدا أداسة هذا البيت النعمة تدخل على قلبهم على حياتهم مش نهاك نحن كتير بالتنشئة منشدد على على الأبعاد الرعوية واللهوتية لا مفهومنا للحياة الزوجية لا مفهومنا لسر الزواج المقدس لا دعوتهم هني بقلب المجتمع إلى آخره من أجل ذلك أنا بشوف أنه الإعداد للزواج هو تكملة مسيرة يلي عملتها المدارس لحتى نرجع نقلع هالشباب والصبايا بالنسبة لموضوع مفهوم لحياتهم الإيمانية والمسيحية كتير منستفيد منها هالفترة هيدا لنرجع نوعع فيهم هالدعوة أكتر وأكتر يعني بداية بالبيوت من العائلات فيما بعد لا يكونوا عاب يتنشأوا وياخدوا كل المفاهيم ويكتسبوا المهارات ويكونوا متمكنين ويصيروا بحيات رعوية بعد عنا هذا البعض ننتبه عليه أنا هادي وسيط الأخيرة بها الحلقة ننتبه على العائلة العائلة هي سند كتير مهم لألنا لوطننا لبنان لهويتنا لرسلتنا لدعوتنا متل ما عم ننتبهها لكنيستنا بدنا ننتبه على عيالنا على بيوتنا لأنه بيوتنا هي مصدر أساسي لكل شيء لانطلاءة كل شيء إن كان بدنا دعوات بدأ تنطلق من بيوتنا إن كان بدنا التزام شبيبة بدأ تنطلق من بيوتنا فلذلك الأهل بسني على رسالتهم على دورهم وبدنا نضلنا محافظين على العائلة وعلى كينونة وثبات هذه العائلة الله يقدرنا جميعا بدأ شكرك أبونا جورج نخول على حضورك معي لليوم على كل هذه المعلومات القيمة جدا على أمل يكونوا الكل اللي عم يتابعونا ويسمعونا والكل يغطني ويستفيد شكرا من جديد كمرشد لجنة العائلة بنية بتصرب المورنية على حضورك معنا شكرا للكم أحبقنا تبعتونا وكنتوا معنا بهالوقت المباشر من للكم منلتقي فيكم نحنا نهار الأربع بكرة مفرسين أي جامل أديسين عاد علينا جميعا وإن شاء الله كلنا نكون عن جد هيك فرقاني عننا والدعوة موجهة لكل حدا منا على درب الأديسة إن شاء الله يا رب الكل يكونوا عم يسعوا ويمشوا هالدرب واليوم منقول قديش مهمة بقلب بيوتنا وعائلاتنا نحافظ على هذا الشق من رسالتنا المسيحية بعالم اليوم بعالم مليون من التحديات منقلكم منلتقي فيكم إزاء الله راد شكرا لكل فريق العمل اللي وصلنا لعندكم بالصوت والصورة من إزاع صوت المحبة ومن تليفزيون المحبة إلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى